السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمهورنا الرياضي مرحبا بكم مينما كنتم حيث ما وجدتم دائما في قناتكم كالعادة بدايتنا وتنسى وشة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاشتراك في القناة إخواني وين تلقى قفلة عبزها هكذا باش يوصلك كل ما هو جديد بخصوص محترفين الناخب الوطني والمنتخب الجزائري يعني بصفتين عامة نبدأ موضوعنا النهار اليوم بآخر خبر وبالحدث النهار اليوم واستجابة لتعليقاتكم لنسى تسأل متى قرعة كان كود ديفوار باش نتعرفوا على منافسينا ونعرفوا إلى اسكو رح نحضروا مع هذا الفريق أحسن أو هذا الفريق أحسن على كل حد أخيرا الاتحاد الإفريقي لكورة القدم يعلن تاريخ سحب قرعة الطبعة المقبلة لكاس أمم إفريقيا بكود ديفوار والكاف تحدد أو حددت إنصح التعبير تاريخ 12 أكتوبر المقبل كموعد لسحب قرعة كاس أمم إفريقيا 2024 بالعاصمة الإفوارية أبيجون ومن المقرر أقول إجراء هذه الطبعة الرابعة والثلاثين من البطول الإفريقية خلال الفترة ما بين 13 جنفي و 11 فبري ما يسأل متى بالضبط كاس أمم إفريقيا من 13 جنفي و 11 فبري 2024 نتمنى يكون المنتخم الوطني الجزائري آخر من يلعب مباراة ألا وهي النهائي لا أعلم ما بين لكن أرجح الجزائر وكود ديفوار إلى ما تلاقينش في التصفية نتلاقى وأكيد في النهائي على كل حد تمنيات إخواني يعني تمنيات الحمد لله عندنا مستوى الأخطأ كلها صلحت إن شاء الله نكملوا في هذا البروغرس لما لا مجيء قويري ومجيء رايان شرقي مجيء أوليس ثلاثي ناري في الهجوم لما لا على كل حد نجوز إلى موضوع وفي سياق المتصل ما فعلته إدارة ران التي يعني تغضب الجزائريين من جهة ويعني تفرح عشاق ران من جهة لماذا؟ لأنه نادي ران ضد التحاق قويري بالخضر هذا الخبر يعني صحيح هو قويري كما نقوله عبارة عن عينة لكن كل النوادي إن صح التعبير في أوروبا ترفض يعني لاعبيها أو لاعبين إن صح التعبير ينشطوا في هذه الأندية باش يلتحقوا بالمتخب الجزائري النادي نعذروا أو يصرف أموال فبالتالي ماذا به ينافس به ولا يسحقوا باش يدي به بطولات أو أي كأس من الكؤوس ثم يأتي كأس إفريقي للتوقيت انتاحها توقيت غير مناسب لماذا في كأس أوروبا يتوقف كل شيء؟ في كأس إفريقيا على ما يتوقفش لأنه لماذا؟ ممكن البعض يقولي أوروبا عند علاقة بطولة أوروبية إفريقيا عند علاقة بالبطولات الإفريقية لكن لا أحد ينكر ولا أحد يعني يخفل على أنه الآن إفريقيا هي المصدر الوحيد للنجوم الأوروبي لبطولة أوروبية يعني شح الكين من لائب إفريقي في أوروبا؟ ممكن جدا حوالي 30 إلى 40% كلهم يعني يلعبوا في أوروبا لذلك يجب على الفيفا مراعاة هذا التاريخ في كل مرة مشاكل مدربين يرفضون ثم لائب مسكين ويكون ينافس يعني منافسة شديدة في المنصب انتاعه وبعد يغيب حوالي خمس أسابيع إلى ست أسابيع لما يجي يعني أنسى باش ينحيه المدرب يعني باش يرجعوا إلى الشكل الأساسي خصوصا إلى تقلق اللائب البديل يعني والله مشاكل للنادي ومشاكل للمنتخب ومشاكل للعب لذلك نادرين ضد التحاق قويري ويتمنون ويضغطون بطريقتهم الخاصة على عدم التحاق قويري بالمنتخب الجزائري وأحيانا يهددون حتى بفقد المكانة الأساسية وأي لائب يعني ماذا به يلعب كأساسي والله العظيم مشكل عويس وعويس جدا لكن إذا التحق قويري بالمنتخب الجزائري يعني هنا ينكون فرمو باللي لائب جزائري حتى النخاء شأنه شأن إدارة روما يتضغط على عوار يعني بدأوا يطرحوا في المشاكل مشي الإدارة ولكن المواقع التواصل الاجتماعي والمواقع اللي تهتم بأخبار نادر روما بدأوا يطرحوا ذا المشكل وبدأ يوصلوا للسطح لكن ما بيدينا حيلا على كل حال أنجزوا إلى خبر ثاني متعلق أيضا بحافيث دراجي أقول دائما وفي كل مرة يعود بكلام حول أن عودت روراوة إلى رئاسة الفاف إنسح التعبير حيث علق الإعلام الجزائري من جديد على أنباء العودة المحتملة لمحمد روراوة لرئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم وتحدث حافيث دراجي في مقطع فيديو ذي المرة بعدما كان يكتم مقالات تحدث وكتب يعني على حسابه الخاص فيسبوك عن موقفه من عودة روراوة لرئاسة الاتحادية حيث قال كان هناك تواصل مع محمد روراوة حيث طريبا منه العودة لمساعدة الاتحاد الجزائي على النهوض مجددا وتجاوز كل المشاكل التي تخبط فيها حافيث دراجي في كل مرة يؤكد أنه طريبا من محمد روراوة وليس يعني روراوة هو الافرض نفسه طريبا منه لأنه ديون فقط مئة مليار المشاكل الكبيرة أكرركم على بركم بلما وجعلكم أقلوبكم لذلك أضاف حافيث دراجي قال روراوة في البداية رفض ثم قال يمكنني مساعدتكم من بعد ثم استشار مقربين من الوسطى الكروي وتابع إلى غاية ما قال أنه في البداية روراوة حاب يقول أنه نسيركم من بعيد يعني أنكم مش تديروا ثم لا لا يعني قنعه بلل يجب أن يكون هو على رأس الاتحاد الجزائري ولازم هو كذا 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 في الأخير روراوة اقتنع وهذا هو السبب إخواني لعدم ترشح أي شخص يعني للأستلفاف لأنه يعلمون لو يترشح روراوة يعني ما كحتم يلافين يحبون أن يكرهوا روراوة عنده الغالبية انتعلى أصوات لبعض اللي يقول لك لا لكن نحضروا يعني صراحة روراوة عنده نسبة كبيرة من المؤيدين هذه هي لذلك كما نقول ممكن سؤال يطرح للنفسه على شح في الدرجة في كل مرة يؤكدنا أنه روراوة كذا وكذا وكذا لابن روراوة طلبوا منه باش يجعل على باش يترأى السلفاف في البداية ما يعني مش يرفض قال أنه نعوركم من بعيد ثم لا يعني قالوا لازم تكون على السلفاف اقتنعه ورهوا جايوا سلام عليكم خلاص بلما كل مرة ذكرنا بأنه كين كذا وكين كذا وكين كذا نجوز أيضا إلى تقارير جديدة نقول دائما فيما يخص الناخب الوطني حيث يشرع الاتحاد الجزائري لكرة القدم في الفترة الحالية في إرسال الدعوات للاعبي المتخب الوطني الذين ينشطون في البطولة الأوروبية والتي انطلقت جلها بتاريخ داشؤوت وذلك تحسبا للتربس المقبل يعني مطلع شهر المقبل بحول الله تعالى والذي يسبق مواجهة الجولة السادسة قبل ما نوجهه تنزانيا ونروحه إلى داكار قلنا أنه من المصادر موثوقة أقول أنه المدرب جمال بالماضي حصل على تقارير جميع اللاعبين يعني حوالي يعني ما نقول نقوم بربعي اللاعب خمسي اللاعب سعديبهما واش تفاهم مع إدارة الفاف على كل حال والأكيد هو وحي يطلب تقارير أولية يعني عن علاقة بعدد معين اللاعبين على كل حال كل التقارير راهي الآن على طاولة الجمال بالماضي وهو ليختار يعني شكون لي رح يجي وشكون ما يجيش ممكن الإساني ما فهمش يعني هذا التقارير خاصة بلاعب مثلا نعطوه مثال رياض محرز نعطوه مثال يوسب الليل رياض محرز مباشرة التحق بهذا النادي الحق بالتربوسي هذا النادي هاو لاعب مباراة هاو ضيء إصابة بالليلي التحق مؤخرا ملعب ولا مباراة يعني هو جمال بالماضي هو ليختار على حساب الجاهزية ولا على حساب اللاعب ليسحقه ذلك التقارير كلها عن جمال بالماضي بإذن الله يعني ما بقاش بزيف حوالي أيام ولا ممكن غدا إن شاء الله يبدأ يرسل الدعوات يعني الأمر رهو بيت جمال بالماضي المهم يحترموا التواريخ وأكيد مش كما دارونا واحد المرة إرسال الدعوات لفرس الشايبي في وقت متأخر جدا يجب إرسال الدعوات يعني في وقت مبكر باش نادي تكون عندوا حتى حجة باش ما يعطي لكش اللاعب نجوز إلى موضوع آخر أحبابنا أخوتنا متعلق أيضا بمحترفين حيث نقول دائما أنه إسلام مسلماني أيضا هناك تطورات جديدة بخصوص هذا اللاعب كما نقول تقارير إعلامية بلجيكية قبل قليل يعني تقول بالحرف الواحد أنه النجم الجزائري يعني بدرجة كبيرة يضيع رح يضيع تربص المنتخب ورح يضيع أيضا يعني التوصل إلى اتفاق مع نادي أندر لخت حيث يقولون أيضا أنه النجم السابق لنادي ليستر سيتي يبقى في وضعية يعني غير مفهومة ومبهمة وما كان حتى معلومة تفيد أنه رح يجد بدل العقد وما كان حتى معلومة تقول أنه رايح إلى نادي جديد ولذلك جمال بالماضي يتجه أيضا إلى عدم استدعاءه هذه آخر أخبار تعمل محترفين مزكين أخبار أخرى نطرقوا في الموضع الموضع القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله